سنتحدث في هذا الدرس عن خلايا شوان خلايا شوان هي خلايا دبقية تتواجد في الجهاز العصبي الطرفي وتنحدر من خلايا العرف العصبي وقد سميت تيمناً بالعالم شوان الذي كان أول من وصفها تظهر خلايا شوان في عدة أشكال بعضها ليس لها شكل محدد وتغطي سطحها فجوات صغيرة وعادة ما تستقر داخل هذه الفجوات محاور الخلايا العصبية ذات المحاور صغيرة الأقطار هذه خلايا عصبية وهذه أجسامها ولن أرسم التغصنات ولديها محاور عصبية صغيرة الأقطار وهي تستقر في هذه التجويفات الصغيرة التي تقع على سطح خلايا شوان وتسمى بخلايا شوان غير الميالينية وهي تقدم الدعم لمحاور الخلايا العصبية الطرفية ذات الأقطار الصغيرة لكنها لا تمدها بالميالين فتعتبر خلايا شوان غير ميالينية أما الخلايا العصبية الطرفية ذات المحاور العصبية الأكبر فهي عادة ما تمتلك غمداً ميالينياً وكما في الجهاز العصبي المركزي يوجد غمد على طول المحور وهذا الغمد متقطع بانتظام بفجوات صغيرة تسمى عقد ران فياي ولشرائح الميالين الصغيرة في غمد الميالين في الخلايا العصبية الطرفية نفس التركيب والوظيفة التي لدى غمد الميالين في الخلايا العصبية المركزية ومع ذلك فإن خلايا شوان تنتج غمد الميالين في الجهاز العصبي الطرفي على عكس الخلايا قليلة التغصن في الجهاز العصبي المركزي وعلى الرغم من أن تركيب ووظيفة شرائح الميالين هي نفسها فهناك فرق كبير بين خلايا شوان في الجهاز العصبي الطرفي والخلايا قليلة التغصن في الجهاز العصبي المركزي وهو أن خلية شوان تنتج غمد الميالين لجزء واحد فقط من المحور وهي لا تمد الميالين لخلايا عصبية متعددة مثل ما تفعل الخلايا قليلة التغصن لنلقي نظرة أقرب على إحدى شرائح غمد الميالين خدوا مقطعاً من شريحة الميالين هذه هكذا انظروا إليها من هذا الاتجاه أي من نهاية المحور سيبدو تماماً مثل غمد الميالين في المحور المركزي هذا هو المحور والغشاء الخلوي لخلية شوان أي أن المادة التي تسمى بالميالين والغنية بالدهون تلتف مراراً وتكراراً بشكل رقيق جداً وبإحكام مثل شريط لاصق حول المحور وهذا تقريباً مجمل الغشاء الخلوي لخلية شوان وهناك أيضاً كتلة صغيرة في الخارج مثل الجسم لأن خلية شوان لها نوع وتحمل معظم الستوبلازم الخاص بالخلية لكن معظم غشائها يكون ملتفاً حول المحور العصبي وغمد الميالين وبالإضافة إلى هذه الوظائف فإن لخلايا شوان تأثيراً على العصبونات والعكس صحيح من خلال تبادل مجموعة متنوعة من المواد تأثيراً تأثيراً